اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس محمد النجار صاحب العلامة التجارية بيتزا ستيشن قصة نجاح كبيرة وابتكر أخيراً العربية التحفة اللي قدام حضراتكم ركزوا معاه أنا عايز أتعرف عليك أولاً الفكرة جات لك منين بدعتها إزاي كبرت إزاي معاك إزاي ممكن أنا أخد حق امتياز الفكرة الرائعة دي أوكي إحنا كنا البيتزا ستيشن أو البراند بيتزا في مصر يعمل بيتزا نص متر 50 سنتي في وقت كان فيه السوق ما فيهوش براندات في بيتزا كتير كانت سنة كامبة الفين وثلاثة الفين وثلاثة البداية فعملنا بيتزا هان توست 50 سنتي وكنا بنباع بالسلايس والغاية دلوقتي نباع بالسلايس وإحنا كنا أول براند بيتزا يعمل ده جيب عدنا براندات تانية ومازلنا إحنا الليدرز في الموضوع ده بما إننا إحنا من بيع البيتزا بايس ليدرز بتعمك على فكرة الطعمتك حيل الحمد لله يعني الناس مبسوطة من الكواليتي بتاعت البرودكت إحنا بنعمل بيتزا فولي لودة بيتزا طوبينج مليانة طوبينج فيها تنوع فيها أطعامة مختلفة بما إننا إحنا من البراند الليدر في حكاية السلايس دي في مصر فإحنا فكرنا بقى في البيبي ده ده لسه مولود إنك تعتبرو ابنك ده معناه إن انت بتديله اهتمام كبير آه طبعا طبعا احنا فكرنا فيه لان احنا دايما بيجلنا ايفنتات بيجلنا نحنا الناس بتطلبنا ان احنا نبقى موودين في ايفنت فور وان داي تو دايز بقى ايفنت سريع اما حاجة اني البيبي داي بقى قريب منه فرع من الفروع الرئيسية بتاعتي